سلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير ومهنيين وأحوالكم كلها طيبة الوصفة تعد نهار اليوم إن شاء الله بسبوسة عملاقة بارتفاع 5 سنتيم تجي مشربة خفيفة وبزيف بنينة وهذا الوصفة تقدروا تحتفظوا بها لشهر رمضان إن شاء الله وخاصة اللي ما تنجحش معهم قلب اللوس هذا الوصفة من أروع ما يكون وطبعا إذا عجبتكم الوصفة تعد نهار اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي بسم الله على بركة الله نبدو في الوصفة نتعنا إذن نبدو بالمقادير كما رأكم تشوفوا نحتاجوا ربع حبات بيض كاس سكر حبيبات كاس تال حليب دافي كاس سميد متوسط زوج كيسان تعل جوز ولا تقدروا تعوضوا الجوز بأي نوع من أنواع المكسارات ثلاثة ملاعق كبيرة مملوقة جيدا تعل فارينا وزوج أكياس خاميرة للحلويات ما يعادل 20 جرام ونصف ملاعقة كبيرة لفاني ورشة ملح ونصف كاس تاز زيت ونصف كاس مارغارين كما رأكم تشوفوا رح نخدم مارغارين ديما إذن نبدو في طريقة التحضير كما رأكم تشوفوا رح ناخذ زوج ملاعق كبيرة مملوقة جيدا تعل مارغارين ونذوبها بعد ما نذوبها رح نخليها حتى تبرد وبعد ما نذوبتها رح نزيدها مع الزيت يعني في هذا الكاس عندنا نصف كاس تاز زيت مع نصف كاس لامارغارين هنا نبدو نوجد معاكم خالة البسبوزة كما رأكم تشوفوا في الغيسي بيون رح نواسي ربع حبات بيض نزيد كاس سكر حبيبات قياس الكاس المستعمل 250 ميلي لتر نزيد نصف ملعقة كبيرة لفاني ورشة ملح ونبدو نخلط بالخلاط الكهربائي حتى الخالي تولينا لونو بيض رح نزيد كاس تعل حليب دافي ما لازمش يكون سخون بزاف ونزيدو الزيت ولمارغارين اللي خلطهم كيف كيف رح نكمل نخلط في هاد المرحلة ماشي لاسم تخلطوه بزاف نزيدو كاس سميد متوسط شوفوا البنات هنا نقرب لكم السميد ماشي تعقل باللوز شوفوا البنات أنا السميد اللي عندي يشرب يعني رح ندير كاس وربع كاس انتوما السميد اللي عندكم اذا ما يشربش رح نديروا كاس ونصف كاس تاع السميد اهلا نكمل خلط السميد مع باقي المكونات بالخلاط الكهربائي نزيدو ثلاث ملاعق كبيرة مملوئة جيدا تعل فارينا وزوج اكياس خاميرة الحلوة ما يعادل عشرين جرام ونكمل نخلط دائما بالخلاط الكهربائي في هذا المرحلة رح نخلط بسرعة متوسطة وفي الاخير رح نزيد زوج كيسان تاع الجوز شوفوا البنات هذي الكمية تاع الجوز اللي درت بها الوصفة تاع النهار اليوم شريتها باربعين الف وبقالة منو وكيما نقولكم دائما اذا ما توفرش عندكم تقدروا تديروا اي نوع من انوال مكسرات يعني هو في الحقيقة كي تديروا الوصفة تاعكم بالجوز اللي تجيه خير وخير ودائما نكمل نخلط بسرعة متوسطة هنا شوفوا البنات في الول خالة انتعكم رح يجيكم بزاف خفيف رح نغطيه ونخليه يرتاح مدة خمس دقائق عندما نولي اليه رح يتبدل قاوة متاعه ويولينا شوي ثقيل نجيب الصينية لا رح نطيب فيها المقاس تاحها خمسة وعشرين وماشي لازم تديروه شكل دائري تقدروا تديروه شكل مستطيل ويكون المقاس تاع السينية تاعكم ثلاثين على ثلاثة وعشرين ندهنها بلا مارغارين نرشها بالفارينا ونوزع الخاليط انتعنا بعد ما خليته رح مدة خمس دقائق شوفوا البنات هنا نبينيلكم القاوة متاع الخاليط كيفاش لازم يكون وما لازمش يكون خفيف بزاف ولا ثقيل بزاف باش البسبوسة تاعكم عندما تطيب اجيكم بزاف خفيفة رح نطيبها في فور مسخن مسبقا في 180 درجة صينيا نحطها في الوسط الفورن نشعلوه من الاسفل بعد ما تطيب نزيد نشعلها من الفوق ونحمرها هنا كماراكم تشوفوا بعد ما طيبتان حيتها من الفورن كماراكم تشوفوا جات ما شاء الله جات روعة رح نخليها على جانب حتى تبرد ونبدأ نوجد معكم شاربات نحتاجو كاس ونصف كاس سكر حبيبات نزيدو ثلاثة كيسان تاع الماء ونزيدو حبة ليمون قطعتها الى شرائح رح نحطها على نار متوسطة نخليها تغلي مدة 15 دقيقة يعني الشاربات عندما تبدأ بالغلايين رح نحسب لها مدة 15 دقيقة ونطفي لها النار يعني حتى تولينا شوي ثقيلة ويتبدلونها يولي صفر والنحيها من فوق النار هاليكم شاربات التعنا بعد ما وجدت نحيتها من فوق النار الشاربات سخونة والبسبوسة دافية هنا رح نشربها مليح مليح ورح نواسقها على كمياتها الشاربات شوفوا اللي بنات قد ما نشربها تتشرب وكيما قلت لكم الشاربات التعكم لازم تكون شوية ثقيلة مشي بساف هنا في الاخر رح نواسيلها 3 ملايق كبيرة 3 سل باش نزينوا البسبوسة التعنا ما يتنحلها شتزين رح نزينها بالجوز ونخليها تتشرب بمليح ونشوفوها في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله إذن البسبوسة التعنا بعد ما خليتها تشربت كل ما تخلوها تشرب تجي خير وخير في البنة هنا كيما لكم تشوفو جت ما شاء الله وشوفو كيفاش جت طالعة كيما قلت لكم بيرتفاع 5 سنتين وصدقوني هذه البسبوسة كيما يقولوا بنينة الصح ما تشبعوش منها خاصة اللي عندهم مشكل مع قلب اللوز ما تنجحش معهم جبت لكم البادل بسبوسة بالجوز بنا ولا أروع وكيما لكم تشوفو جت مشربة خفيفة وبساف هاي لا انتمنى ان شاء الله الوصفة تعلنها اليوم تنال إعجابكم وتجربوها وما تنسوش تبار تاجي والفيديو مع جميع الأهل والأصدقاء حتى تعم الفائدة إذن كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم في الآخر ما بقى لغير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نطلعوا في روحتيكم في أمان الله